حسناً، أنا حقيقةً أعتقد أنها تظهر حكماً جيداً أن الولايات المتحدة لا تذهب للحرب فقط لأن هناك طائرة من دون طيار تطير فوقها قدرة الولايات المتحدة وقدرة حاملة الطائرات الأمريكية أنها إذا ما قامت بإطلاق صواريخها وطائراتها يمكن أن يقول له تأثيراً كبيراً على السلطة الإيرانية التي قد لا تستطيع استعادتها وهذا ببساطة من حاملة واحدة تيري ويرزفوت واحد من المسؤولين قال اتحدث بنعمة ولكن احمل عصاً كبيرة لا يوجد هناك أكبر من هذه العصا الكبيرة من حاملة الطائرات هذه والإيرانيون يعرفون ذلك وإذا ما أرادوا أن يقوموا بالاستفزاز فهم لا يريدون أن يقوموا بحدث ما ويعرفون أننا لدينا هذه العصا نحن لا نريد أن نقوم بأحداث حرب إذا ما حدثت هذه الحرب هناك الكثير من أرواح ستزاق نحن نريد أن نمنع أن يكون هناك أي حرب وأن لا تكون هناك أضراناً جانبية وأن نمنع أن تحدث هذه الحرب في هذه المنطقة نعم هذه الحاملة هي فقط من أجل الرجعة ولكن إذا ما كان هناك أي اعتداء يمكن أن نذهب إلى حرب من السهل جدا أن تذهب أمريكا إلى حرب فقط يتطلب الأمر حكماً حكيماً أو قراراً حكيماً متى نبدأ هذه الحرب مقابل إلى متى يستمر الرجعة قبل هذه الحرب مرة أخرى إذا ما قال الجمهور أن أمريكا ضعيفة أنا يمكن أن أقول لهم أن أمريكا قوية مرة أخرى هذه الحاملة هي عشرين ألفاً من الأطنان ولديها قدرة قوية فهي ترسل رسالة وهذه الرسالة هي ليست فقط رسالة مجرد رسالة ولكنها كذلك قدرة والرغبة في استخدام هذه القدرة ترجمة نانسي قنقر